مباراة سيراميكا ليوباترا ونادي الزمالك سيراميكا ليوباترا عنده فرقة حلوة حلوة اوي خطت فعه محترم خطت هجوم محترم جدا جدا وصلت ملعب جيد جدا الفرقة على بعضها حلوة ومعاهم مدير فني قدير هو كابتن احمد سامي وبالتالي هي مباراة صعبة على نادي الزمالك طبعا صعبة طبعا صعبة طيب جزالدو فريرة عجبني جدا النهاردة في حاجة مهمة ايه هي انا بلعب مع فرقة هجوميا تحديدا قوايا جدا في قسبة انا ماتش الفاتحة سافر قدام منافس صعب جدا هو المصري فاحنا بنتكلم فرقة هجوميا قوايا جدا بابوكا واحمد ياسر واحمد نادي سريان ومحمد ابراهيم وكل اللي وميد وجابر مميزة جدا هجوميا جدا يعمل ايه بقى يقول انا نادي الزمالك انا هاجم اي حد ومايفرقش معايا الدفاع هم اللي يخافوا مني انا مخافش من حد لا كان حريص النهاردة دفاعي مش بقول انه كان بيدافع قوي بس الزمالك النهاردة كان حريص دفاعيا حريص تكتكيا ده المدير الفني بالنسبة لي المدير الفني اللي ما يبقاش عنده ايجو كده ويقولك ايه انا اكسب ايه فرقة ده انا بطل الدوري ساعتين والتالتين انا اكسبان الكاس انا الفرقة اللي ما بتخسرش انا 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 ممكن يقول لي نفسه كده فهم اللي يبقوا بقى خايفين ومرعبين مني هو ما كانش خايف النهاردة من سيراميك لباطرة بس احترمهم جدا وبالتالي ادري الزمالك النهاردة اكسب 2-0 ادري الزمالك النهاردة اكسب 2-0 مين كان عنده فرص اكتر؟ سيراميكا مين كان في شورتة اي تحديد ميسك الكور اكتر؟ سيراميك لباطرة بس النهاردة بيمزاجه فريرة سابل سيراميك لباطرة الكورة ولعب على التحولات اللي بيعملها نادي الزمالك دايما بنجاح معش زوالد وفريرة هدفين الزمالك النهاردة؟ الاول جابوا سيف الجزيري في ديئة العشرة من هذه المواجهة وبعد كده احمد فتوح تنشف الاهداف وبعد كده احمد فتوح سجل الهدف الثاني في ديئة 87 ده هدف سيف الجزيري بعد تمريدة بينية حلوة قوي من فتوح لامام عشور وامام عشور ادها حلوة قوي لسيف الجزيري هدف حلو هدف حلو كله على بعضه حلو هدف الثاني سجله امام عشور بزكاء خدع محمد بسام هي قد تبدو الكورة سهلة جدا على محمد بسام ورويبة منه جدا بس هو خدع ليه محمد بسام انه فتوح هو داخل بالكورة هو العادي العادي ان فتوح ما بيشوتش بيمينه فهو ما كانش في بوزيشن او في وضعية تخليه يشوت بشماله فما توقعش بسام ان فتوح هيشوت فلما شقت اتفاجئ بسام حتى لو كورة قريبة منه مش بقول طبعا انه بسام مغلطش فيها هو اكيد لقى جزء من الهدف ولكن فتوح كان زاكي جدا انه اخد القرار ده وصوب رجله اليومنا في هذه المجاة النهار ده كانت احمد سامي قال تصريح عايز اقف عنده شوية بالنسبة لي مبدئيا كده بالنسبة لي احمد سامي افضل مدرب مصر بالنسبة لي ده رأيي الشخص كل واحد عنده رأيي في المدرب اللي بيحبه اقول لها اللي بيحبه اه يا انت بتحب مدرب بتحب لاعب انا بحب زين الدين زدان انت بتحب ميسي انت بتحب جورديون انا بحب مورينيو براحتك بس بالنسبة لي هو الافضل في مصر في السنوات التلاتة الاخيرة على الاقل احمد سامي عشان كمان عنده ثبات في المستوى ونجاح سايبت يعني بس كده احمد سامي انه عرضه بعد المباراة قال تصريح انه جزوالدو برينا مدرب محظوظ وانا عايز اسلم عليه عشان اخذ من الحظ ده انا مختلف مختلف كليا مع التصريح ده هتقول لي ازاي هقول لك انه مفيش يا جماعة حد بينجح مفيش حد بينجح النجاحات دي كلها ويبقى محظوظ انا قلت الكلام ده على بيتسو موسيماني واقول الوقت على جزوالدو برينا انا ارفض ان حد كان يقول ان موسيماني مدرب محظوظ مع كل النجاحات العظيمة دي كل النجاحات دي طبعا طبعا الحظ اكيد بيخدمنا كلنا بحياتنا طول الوقت او في بعض الوقت بس عمر ما الحظ هيخدمك كل الوقت او طول الوقت ممكن يخدمك بعض الوقت وده بسبب اجتهادك وشغلك وكل حاجة بس ابدا ابدا الحظ ما بيعملش حد ناجح الحظ ما بيكسبش الا نادرا جدا وعشان يكسبك الحظ لازت تكون عامل شغلك كويس جدا عشان تقود الحظ في الاخر وتكسب ففريرة اكيد مش مدرب محظوظ اكيد مدرب ناجح جدا زي ما كنت بقول وبكرر لو بيتسو موسيماني اكيد مدرب ناجح جدا ومش محظوظ او مش الحظ اللي كان بيخليه يكسب ياريت كلها نبقى محظوظين حاجة حلوة يا نعمة بس اكيد الشغل والتعب والاكتيرات هو ما اللي بيخليه حد يكسب طيب هل سيراميكا النهاردة سيراميكا كلوباترا لعب مباراة سيئة لا هل كان ممكن يكسب سيراميكا كلوباترا او على الالي يتعادل مع زمالك اه هل سيراميكا كلوباترا كان فيه اخطاقة فنية النهاردة في هذه المواجهة ايوة هل لو كانت تلافاها او تلافاها هذه الأخطاقة الفنية كمو طيب مع الجول اللي داخل الاول فيه مساحات فارغة كبيرة في خط الدفاع ما دي مشكلة فنية الهدف التاني بتاعة احمد فتوح فين اللعبة الوسط او المدافعين اللي دغطوا احمد فتوح عشان ما يشغطش موضوع خطأ فني هل مثلا في وقت من الاوقات لما كان فيه تكتلات دفاعين نادي الزمالك في وسط الدفاع هل فكر سباكو البطل انه يفتح اللعب ويلعب عرضيات يفتح ويعمل كرات لأحمد ياسر ويبوك عرضية كتير ما حصلش الله اعلم طبعا اكيد الكابتنا احمد سامي افضل مننا كلنا واقدر انه يبقى شايف الملعب بشكل اصح بس كان مثلا يعني حل من حلول انك توصل لجون اكتر اه وصلت تلاتة او اربع فرص كان ممكن تساجل فيهم كان ممكن توصل بستة او سبعة او تمانية فيبقى فرصة للتهديف اكتر يعني انا بقى اتكلم في الكلام ده ليه وزي ما قلت لكم جمال هيبقى معايا بعد شوية اشرح لنا اللي حصل في المباراتين انا بقول الكلام ده ليه بقوله عشان اكيد الحظ احيانا بيخدم بس انا لو خسرت او لم اوفق مش شرط يكون انا خسرت او لم اوفق عشان حظ مش معايا ممكن يكون عندي اخطاقة برضه وانا بتحدث على مين زي ما قلت لكم لو انا شايفه افضل مدارب في مصر فخلينا نقولها بشكل عام احسن هو واحد من افضل مداربين المصريين في السنوات الاخيرة الكابتل احمد سامي ولما كان بيكسب الكابتل احمد سامي اي فرقة كان يبقى مرفوض طبعا يتقال اصلا هو مدارب محظوظ ده واحد بيشتغل وبيتعب وبيكتهد وبيعمل كل حاجة فانية رائعة مع كل الفرقة اللي بيشتغل معها